بكلفة 30 مليار دينار أحالت حكومة كربلاء المحلية مشروع محطة ضخ رزازة جديد إلى شركة ريف الوطن إلا أنه لم يرى النور رغم ارتفاع نسبة إنجازه إلى 96% المشروع تكون من 6 مضخات ساعة المضخة 5 متر مقعب الثانية سنة 2010 أحيل المشروع تقريبا كان من المؤمل إكماله 2015 لكن بسبب الأزمة المالية التي سببتها دخول عصابات داعش المجرمة وأزمة كورونا صار تأخر بالعمل حتى تكون جديدة نسبة طاقتها 20 متر مقعب الثانية تدري التوسع الصار بالمدينة والأراضي الزراعية التي انضافت فبدأت طاقة المضخات القديمة لا تستعوها إلى كمية الكبيرة وشهد المشروع توقفات وتلكؤن عدة مرات بسبب الأزمة المالية والأخطاء الفنية في التصاميم التي عرقلت افتتاح هذا المشروع الحيوية الذي سينقذ المدينة من ارتفاع مناسيب المياه في المبازل والملوحة وإنعاش الرزازة المحطة ضمن التقسيصات المحافظة كربلاء اللي هي الآن أكو بها أعطال ميكانيكية تقوم شركة المنفذة للمشروع بتصليح أنجزنا تقريبا 85% لحد سنة 2014 من نسبة المشروع بعد الـ 2014 باشرنا بالـ 2018 تدري اندثارات صارت العجز المال اللي صار شمل الكل فتلكأ العمل وفي حال دخول محطة غخ الرزازة إلى الخدمة ستسهم في استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تلكأت بسبب الأزمة المالية مشروع ستراتيجي يحتاج إلى وقفة جدية من المعنيين من كربلاء المقدسة حسن المحنة العرقية الإخبارية